وتبقى المعادلة الأزلية لأفلام بلانتوف دي ييبس أرود أشرار ما بيثقوش في البشر بشر ما بيثقوش في الأرود وأرود طيبين مزنوئين في النص وعملين يهاتو أنت ست ما تربتيش عيه بحث من نفسك احترم نفسك يا أولي احترموا نفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي احنا اتكلم عنه النهاردة هو كينجدوم أوف دا بلانتوف دي ييبس أحداث فيلمنا بتدوربع بمرور عقود كثيرة وتقريبا 300 سنة على أحداث الثلاثية الأولى واللي كان ختمها فيلم وور فور دا بلانتوف دي ييبس وبنركز مع الشامبانزي نوة ابن زعيم عشيرة من الأرود بتحترف تربية النصور أثناء التحضير لمراسم ترقية نوة وأصدقاءه داخل معسكر العشيرة بتحصل مشكلة ونوة بيرتكب غلطة كبيرة بتؤدي لصراع مع عشيرة أرود أخرى متطرفة وبتكبر نوة على الخروج في رحلة ومغامرة من أجل إنقاذ وطنه بيدخل في أثناءها في تحالفات اضطرارية مع أرود أخرى ومع بشر كمان فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلمنا زي ما اتفقنا هو محاولة إعادة إحياء لثلاثية بلانتوف دي إيبس الأحدث واللي كانت متميزة جدا واللي عبرت في ختام مراجعاتي لها بمراجعة فيلم وورفور ذا بلانتوف دي إيبس عن عدم حماسي لأي محاولة لإنتاج أجزاء تالية لأن الثلاثية كانت شديدة الجودة ومكتملة وانتهت نهاية حاسمة فطبعا لما سمعت أخبار عن الفيلم دا لم أتحمس بس ترقبت بشوية صبر يعني علشان أعرف الأول هم عاوزين يعملوا إيه والصراحة اللي بيحاولوا يعملوا في الفيلم دا ما يضايقش قوي يعني وجود الفيلم دا وإمكانية انطلاق سلسلة جديدة منه ما بيعدلش أي حاجة على الثلاثية اللي احنا حبناها لأن زي ما قولنا الأحداث بتنطلق بعد مرور 300 سنة يعني مفيش ولا شخصية من اللي احنا نعرفهم لسه عايشة معانا إلا على سبيل الذكرى المشكلة الوحيدة في دا هي أن الفصل الأول من فيلم كان مربك أنا أخدت شوية وقت ومجهود عشان أعرف مين دول لدرجة أني مكنتش قادر أقرر مين البطل ومين الشخصية اللي محتاجين نركز معاها كمان الفيلم لم يبذل أي مجهود يذكر عشان يعرفنا على شكل العالم الجديد في فصل البداية يعني مش هكون ببالغ لو قلت أن الصورة الكاملة للعالم الجديد لم تكتمل إلا مع نهاية الفيلم ودي مش الحاجة الوحيدة اللي انتظرنا لغاية قرب خط النهاية عشان نفهمها في حاجات تانية كان بديه نفهمها بدري عن كده شوية زي مثلا أهداف جانب البشر أو حتى دوافع جانب الشر اللي بيمثله في الفيلم دا عشيرة القروض المتطرفة شفناهم بيقدموا على تصرفات كتير دنيئة في الفصل الأول والفصل الثاني ولكن ما فهمناش بيعملوا دا كله ليه إلا في الفصل الثالث طريقة سردم مثيرة للاهتمام ولكن أنا من ناحيتي ما شفت لهاش إلا جانب إيجابي واحد وهو تأمل الأثار اللي تركتها ثلاثيتنا على العالم الجديد المشاعر بين القروض والبشر تطورت لإيه؟ صورة العالم اللي احنا عارفينها بقى شكلها إيه دلوقتي بعد مرور العقود الكثيرة دي والأهم من دا كله أسطورة سيزر قالت لإيه؟ وده الجانب الفلسفي الأكثر احتراما في الفيلم بإننا نشوف بعنينا القصة اللي تابعناها فيلم ورا فيلم ومشهد ورا مشهد بقى تفسيرها دلوقتي إيه؟ إزاي فيه طرف ترجمها على إنها رسالة حب وإزاي فيه طرف ترجمها على إنها رسالة حرب وما بين القصين دول فيه تفاصيل وإشارات كتيرة مش هيفهمها ولا يقدرها إلا اللي تابع الثلاثية بتاعتنا ودي إجابتي للسؤال المتوقع بتاع أنا لو عاوز أتابع الفيلم دا لازم أكون شايف أفلام تانية ولا لا؟ على مستوى الحبكة والأحداث والشخصيات بكل تأكيد لا بس اللي ما اتفرجش على ثلاثية رايز ودون وفول حيفوتوا جماليات كتير منهم جماليات التلات أفلام نفسهم واللي بكل تأكيد أفضل من الفيلم دا بخلاف فلسافة السرد اللي وفرت درجة من درجات الغموم والتأمل في صفحات التاريخ اللي مش هيقدروا غير اللي شايف الأفلام السابقة فيلمنا ما عندوش أي حاجة جديدة يقدمها زي ما قلت قبل بداية الحلقة هو هو نفس المتلث واللي شفناه بكل تشكلاته الممكنة فيه فيلمي دون وور مرة الأرود هم الأشرار والبشر متحفزين والأرود الطيبين بيعانوا ومرة البشر هم الأشرار وبعض الأرود متحفزين والأرود الطيبين بيعانوا وأظن من مقدمة قصة الفيلم دا انتوا عرفتوا هو واخد أنهي شكل فيهم آه الأرود هم الأشرار والبشر متحفزين والأرود الطيبين بيعانوا المسببات اللي بناكتشفها بشكل متأخر مش جذابة بشكل كبير بس يحسب للفيلم على سبيل التجديد انه قدم من خلال مغامرتنا رحلة انتقال البطل بتاعنا لمرحلة النطج أو الcoming of age مساعدش في استقبالي الإيجابي للفيلم ده اني كنت مركز بشكل كبير قوي على القصة لان زي ما قلت سؤالي الأهم هو الفيلم ده بيتعمل ليه يمكن في الثلاثية السابقة وبالتحديد فيلمي رايز ودون التركيز على التجربة البصرية كان كبير لان اصلا التطور ما بين الفيلمين كان عملاق هل المرة دي عندنا كتير جديد على مستوى التجربة البصرية؟ الصراحة لا تقنيات التقاط الحركة والتقاط المشاعر خلاص عرفنا وصلت لفين اه طبعا اللي بيتقدم في الفيلم ده من انضف ما شاهدت ولكن انا شاهدته قبل كده داخل نفس العالم اصلا يحسب للفيلم ان احنا عندنا عدد كبير من الكادرات المبهرة واللي بتنقل الواقع الديستوبيان الجديد بشكل مثير للرهبة رحلة ابطالنا بين اطلال العالم اللي احنا نعرفه حقيقي وفرت لحظات ولوحات ليها احترامها كان ممكن يساعدها بس لو كمان تشكيلة الشخصيات الجديدة يبقى ليها احترامها بس الصراحة هي اغلبها صور بهتانة من الشخصيات اللي احنا عارفينها يعني نوة هو المقابل لسيزر وشتان الفارق طبعا راكا هو المقابل بتاع موريس وشتان الفارق برضو بروكسيم السيزر هو المقابل بتاع كوبا لا فده مش شتان الفارق ولا حاجة بدون اي تقليل من كوبا طبعا ولكن بروكسيم السيزر شرير محترم ليه كارزمة وليه شخصية وليه فلسفة يمكن تكون هي هي الفلسفة بتاعت كوبا بس الفلسفة بتاعت كوبا كانت بدائية جدا بينما مع بروكسيمس خدت شكل شيك شويتين حقيقي خسارة احنا ما قضناش معاه وقت كافي يمكن كمان يكون على مستوى التكسيد الصوتي والحركي والتعبيري هو الافضل ما بين كل شخصيات الفيلم وده بدون اي انتقاد لاداء باقي الشخصيات هما بس زي ما بقول مفيش جديد تسلسلات الاكشن في الفيلم حقيقي كانت كويسة جدا والتقسيم الهرمي لجانب الخير والشر كان موافق يعني واضح بالنسبة لنا ان فيه الفة وفيه بيتا وفيه موضوع تسلسل السلطة ده ولما تقبلوا نتج عن مواجهاتهم لحظات مرضية جدا في تجربة المشاهدة السينمائية يمكن برضو للأسف ما فيهاش افكار كتير جديدة بس دي مكونات المتعة السينمائية الكلاسيكية دي بقى انا ما بزهقش منها في الاغلب مهما تكررت الاسباب التي دعت لصناعة فيلم كينجوم وفي تلانت اوف دي ايبس ممكن تكون وجيها على المستوى التجاري اكيد ويمكن كمان على المستوى الدرامي بس الاهم من ده انه كان فيه وجاها كبيرة في احترام الارث استعداد الصناعة لفتح صفحة جديدة ممكن يكون كسب تعاطفي الى حد كبير بس ده ما يمنعش اننا في الصورة الكبيرة بنستخدم نفس الادوات علشان نعيد حكي نفس الحواديد يمكن يكون الفيلم الاول نجح في بناء علاقات جيدة ما بيننا وما بين الشخصيات ولكنها بكل تأكيد مش هتكون بقوة صلاطنا بالشخصيات القديمة عموما شئنا ام ابينا يبدو ان حدودة بلانت اوف دي ايبس مكملة معنا لفترة طويلة مش بس في حدود الثلاثية دي او السلسلة دي ده حتى الفجوة الزمنية ما بين السلسلتين صالحة لحكي عدد كبير من الحواديد الجديدة ولكن بكل تأكيد احساسي ان ما بقاش عندنا القدرة ان احنا نقدم حواديد مختلفة او مبتكرة تقييمي لفيلم كينجدوم اوف دي ايبس هو 7 من 10 ولو استمرنا في التكرار التقييم هيستمر في التراجع منقشة الحلقة هل يحضركم اي ثلاثية ناجحة حصلت محاولة لاعادة تخليق عوامل نجحة في ثلاثية جديدة وكانت المحاولة دي موفقة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات اشتركوا لكم الحلقات اول باول تابعوني على انستجرام وتيك توك ويتهايلي مفيش حاجة تانية واكساء اللي هو تويتر معلش الاوترو دي تشغال عليها وحوصل لحاجة ستاندرد قريب قوي باي باي